السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت في البر ولا تعرف أين الاتجاهات فإن الله عز وجل قال وَعَلَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ فهناك عدة طرق لمعرفة الاتجاهات من خلال النظر في السماء فعندك دائما ترى ما يشبه السهم هنا هذا يشبه السهم بهذه الطريقة تسمى هذه المجموعة الجوزة الجوزة كسهم يشير إلى الشمال أيضا هناك دلالة أخرى وهي الثرية الثرية هنا نجوم تتلألأ تراها سبع ثمان تسع نجوم تظهر لك لكنها تخفت وتضيء ولها ذيل هذا هو ذيلها ذيلها يشير إلى الشرق أيضا بين الثرية وبين الجوزة بين الثرية هنا وبين الجوزة هنا يظهر دائما نجم أصفر اسمه الدبران هذا النجم هنا هذا هو النجم هذا النجم يشكل مع خمسة نجوم رأس حربة أو علامة أصغر أصغر هكذا رأس هذه الحربة يشير إلى الجنوب الغربي ومن أراد أن يطبق هذه الجهات وهو يرى الفيديو فليرفع الجوال وكأنه يصور السماء وينظر في الفيديو يجد أن الاتجاهات معها صحيحة لكن إذا نظرت إلى الاتجاهات هكذا والجوال إلى الأسفل تجد أنها مقلوبة بحكم أن الجوال عند تصوير السماء كان إلى الأعلى أيضا يوجد هناك علامات أخرى نجوم تدل على الاتجاهات إن شاء الله أبينها في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر